في اليمن أعلن الجيش اليوطني اليمني قصف مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع لعبدالله صالح في العاصمة صنعاب وقال الجيش اليمني في بيان له إنه استهدف مناطق دار الرئاسة ومحيط ميدان السبعين تزامنا مع الذكرى الثانية لإطلاق عمليات عاصفة الحزم لمساندة الشرعية في اليمن وأضف البيان أن القصف يعد تحولا استراتيجيا في المعركة ضد ميليشيا الانقلاب التي لم تتوقع وصول قذائف مدفعية الجيش الوطني إلى مقراتها في صنعاب